السلام عليكم معكم عماد أصدقائي سوف نقوم بتحذير وصفة في المنزل هذه الوصفة أنصحكم بأن تقوموا بتحذيرها بعد أن تتعلموها إن شاء الله هذه الوصفة التي سوف نشاهد كيف تحذيرها تتكون من خل الطفاح يجب أن يكون خلط الطفاح طبيعي وربع بصلة أو سيق بصل أخضر كما نشاهد الآن وأربع حبات ثوم نبدأ في البداية بقص حبات الثوم قطاع صغيرة كما سوف نشاهد الآن هذه الوصفة من صديقي غسين من ألمانيا أخذها من عند مربي تيور معروف جدا يقوم بتحذير هذه الخلطة مرة في السنة ومن ثم تقديمها تيورو وعند تقديمها تيورنا إن شاء الله سوف تبعد عنها كثير من الأمراء التي ممكن أن تسيب تيورنا ومن ثم كما نشاهد الآن بدأت بقص سيق البصل الأخضر أو كما قلت لكم ربع بصلة من إذا كانت البصلة بصلة يعني العادية المستديرة وبعد أن نكمل قص البصل والثوم نأخذ القنينة الخلط الطبيعي نفرغ منها مقدار كأس كي نستطيع وضع باقي الثوم والبصل وهذه الخلطة أصدقائي نبقيها حوالي أسبوعين يعني الثوم والبصل وخل التفاح في القارورة بدون أن تفتح مدة أسبوعين كاملين حتى يعني تكون هذه الوصفة جاهزة وأنصحكم أصدقائي بأن تقوموا بدائما أعتائها لتيوركم أما للوقاية فنعطيها حوالي ملعقة نضعها في مشربية الطير في الشهر مرة في الشهر أو عند الإصابة بالأمراض المعاوية نعطيها مرتين في الأسبوع أو عند تغيير الريش مرتين في الأسبوع هذه الوصفة التي قدمناها لكم أصدقائي والسلام عليكم